يا جماعة فطاحلوا العربي من؟ العرب لما أضاعوا العربية أهل مكة يعتبرون عند العرب عوام ما يعرفوا العربية؟ أهل مكة ذاك الزمان دخلت عيني من الأعاجيم فجعلوا ثلاثة أسواق لفلترة الكلام في موسم الحج سوق عقاض ومجنة وذي المجاز سوق عقاض كان عبارة عن فلترة وجوده في الطائف لماذا؟ الشعراء كلهم إذا دخلوا من طريق الطائف يمرون على عقاض فيعرضون قصائدهم على من كان محكما في لغة العرب وكانت لا تبنى الخيمة إلا لأعظم الشعراء وكانت لا تبنى إلا للنابغة الدبياني كان يأتيه الشعراء بقصائدهم فيجلس قدامه فيقول له لا أنت رصبت الذين يطردهم النابغة أفضل مليون من أحمد شوقي وحافظ إبراهيم هذو اللي رصبوا عند النابغة فلا يمر إلى الحجيج ويلقي قصائد إلا من كان متقنا فإذا قال شيئا غريبا علق كلامه على الكعبة ولذلك سميت المعلقات المعلقات العشر المعروفة بداية من مريء القيس الملك وليس مريء القيس بن آبان الملك بن حجر ونهاية إلى زهير بن أبي سلمة وغيره من المتأخرين إذن هؤلاء هم الذين كان كلامه ولماذا قيل لها المعلقات لأنها تتعلق بالقلب وكانت قريش قد ضعت عربيتها فكانت إذا جاءت لغة غريبة تعلق بالكعبة حتى يعرف الناس اللسان العربي أن هذا هو اللسان العربي الذي ضاع منا لأن العرب يا جماعة ثلاثة